والله لقد جاءني في مدينة المنصورة بعض أحبابنا في درس من دروس الخميس وكي زحام شديد كهذا وإذ بمجموعة من الناس يا شيخ يا شيخ لازم نسألك عن صحة حديث قل تعال تعال فبه مجموعة من آبائنا الطيبين وإخواننا القبلاء قال يا شيخ نريد أن نسألك هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب كان لا يرد الدهن قلت نعم هذا صحيح كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن فإذ بواحد منهم يقول لهم بلغة المصريين مش قلتلكم عشان معتش تطلمبوا بعد كده معايا وإذ بالآخر يرد علي يقول ما عليش تسمحوني عن لهج المصريين يا شيخ ده كان حينويتنا النهاردة قلت لا لا فيه ايه تعالوا 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 وجلست معهم ايه الموضوع فقال أحد يوم هذا الأخ دعانا اليوم لطعام الغداء هذه حقيقة ليس الطرفة دعانا اليوم لطعام الغداء الجميل تزاو الله خيرا قال لا لا استنى يا شيخ أحضر لنا لية الخروف هل تعرفون اللية؟ الشحب قال وحمره باستنى البلد الجميل ووضعه على القرص وكان يقطع وقل كل كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهر فالأخ مسكين وأهل مصر حقيقة عندهم عاطفة جياشة ومحبة عالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالأخ يقول له انت متأكد ان النبي قال كده يقول له والله حديث صحيح فيأخذ منه قطعة بيقول صلى الله عليه وسلم ويأكل حبا في رسول الله وبعدين يعطيه قطعة يقول له مش قادر يقول له كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن والله ليس القرفة سنفون يعني على اللفظ لكن واقع